تستعد إيران لخوض جولة الحسم للانتخابات الرئاسية وسط مخاوف من موجة مقاطعة للاستحقاق الانتخابي حيث كشفت الجولة الأولى تراجع التأييد لكل من المعسكرين الإصلاحي والمحافظ وتقدماً لمقاطعي العملية السياسية حيث يلقي شبح المقاطعة بظلاله على المشهد الانتخابي في البلاد دعونا نستعرض معكم مواقف المرشح الإصلاحي مسعود بزجكيان من القضايا السياسية والاجتماعية بملف الانفتاح على الغرب يدعو بزجكيان إلى تحقيق انفراجة حذرة مع القوى الغربية وتبني سياسة خارجية برغماتية في الملف النووي يدعم بزجكيان تبني سياسة تهدف إلى تهدئة التوترات النووية وفي الملف النووي يدعم بزجكيان تبني سياسة تهدف إلى تهدئة التوترات النووية مع القوى الغربية في ملف الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية يروج بزجكيان لإصلاحات تعزز حقوق النساء والحريات الاجتماعية وتعمل على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تبني سياسات إصلاحية بقضية التعامل مع المؤسسة الدينية يظل بزجكيان مخلصاً للحكم الديني في إيران ولا يسعى لمواجهة سقور الأمن والحكم الدينيين بشكل مباشر أما مواقف المرشحة المحافظ سعيد جليلي من القضايا السياسية والاجتماعية فربما تأتي على العكس من خصمه بزجكيان إذ يعرف جليلي بأرائه المناهضة للغرب ويعارض بشدة الاتفاق النووي لعام 2015 دعياً إلى نهج أكثر عدائية في السياسة الخارجية يدعم جليلي استمرار البرنامج النووي الإيراني بدون ما يصفه بالتنازلات مع رفض الاتفاقات الدولية التي قد تعرقل دعم إيران لوكلائها الإقليميين كذلك يدعو جليلي للحفاظ على القيم المحافظة ويعارض أي تغييراً في القوانين الاجتماعية والسياسية الصارمة يعتبر جليلي من أكثر الموالين لخمنئي ويرى أن تعزيز سيطرة الفقهاء هو السبيل للحفاظ على استقرار النظام للمزيد من المتابعة معنا من طهران مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غروي سيد محمد مرحباً بك معنا الجولة الأولى كشفت أن حزب المقاطعة هو أكبر حزب انتخابي في البلاد هناك مخاوف من الجولة الثانية من تكرار هذا السيناريو ما طبيعة الاختبار الذي يواجهه النظام الإيراني برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدين الكرام أنا أعتقد بأن واحدة من أسباب ما تسميها بالمقاطعة هي أن الجميع وأنا منهم كانوا يعتقدون ويرون هذا بأم العين بأن هذه المرحلة والمرحلة الأولى من الانتخابات بالتأكيد ستذهب إلى المرحلة الثانية لذلك بعض المحللين يقولون بأن هذا هي سبب تراجع نسبة الاقتراع وخاصة بأن الأكثرية في إيران كانوا يعتقدون بأن نسبة الاقتراع ستصل إلى 50 وما فوق لكن الآن حينما نرى بأن نسبة الاقتراع وصلت إلى 40 تقريبا هذا واحد من دلائله بأن الأكثرية في إيران يعتقدون بأن هذه الانتخابات ستذهب إلى المرحلة الثانية الآن يجب أن ننتظر يوم الجمعة القادم لكي نرى هل هذه النسبة ستختلف في هذا الإطار أم لا لذلك هنا يمكن أن نقول بأن الرماديين الذين لم يذهبوا لصندوق الاقتراع أو الذين أضلوا بأصوات بيضاء أو ما إلى هنالك وهم عدد كبير بالتالي في هذا الإطار يمكن لهؤلاء أن يغيروا صورة المشهد الانتخابي يوم الجمعة القادم ولكن ثم تمنير أن الاستحقاق الانتخابي كشف عن نوات لمعارضة شعبية اجتماعية وسياسية أليس هذا مؤشر على أن النظام الإيراني فقد شرعيته عبر الشارع لأول مرة منذ خمسة عقود هذه النسبة المتدنية من المشاركة يعني هناك العديد من الأسباب قد لا تسنح الفرصة لذكرها لكن أنا لا أعتقد بأن الشعب الإيراني بات يعتقد أو يريد تغيير النظام في هذا الإطار نحن مررنا في مراحل عديدة في السنوات السابقة سواء في قضية مهسى أميني أو قبلها أو قبلها العديد من النقاط أعتقد بأن الشعب الإيراني هنا لا يريد تغيير النظام هو يريد تغيير السياسات هو يريد تغيير الملفات الاقتصادية هو يريد تحريك الملف الاقتصادي أكثر من أي شيء آخر لأنه يرى بأم العين الذي حصل في الدول العربية المجاورة أو فيما يسمى بدول الربيع العربي هو يرأى بأن كل الذين أتوا فيما بعد هذا سواء في ليبيا أو في غيرها من هذه المناطق التي جرى فيها عملية تغيير جذري فيها استاءت حالة المواطن استاءت حالة البلاد سواء الأمنية أو الاقتصادية أو ما هناك أنا أعتقد بأن الشعب الإيراني لديه من الحنكة السياسية ولديه من الرؤية السياسية التي يستطيع من خلالها أن يرى بأن تغيير أي نظام لا يؤدي إلى حل حالة المشاكل إنما ستستاء المشاكل أكثر طيب هذه نقطة واضحة إنما هو الآن يسعى لإيصار رسائل للنظام لإيصار رسائل لبعض القادة في الداخل الإيراني وعلى ذلك للرسائل لإيران سيد محمد لأن عليكم أن تخرجوا من بوتقة الأحزاب اليمينية واليسارية من هنا وهناك والذهاب باتجاه الإصلاح والذهاب باتجاه الحل حل الاقتصادية والأمنية وإلى آخره على ذلك للرسائل إلى النظام الإيراني المرشد الإيراني علي خامنئي هو أرسل أيضا رسائل قبيل انطلاق الصباق الانتخابي رهن ما وصفه بن نصر على الأعداء بنسبة الإقبال في هذه الانتخابات التي قال إنها تحدي كبير أمام الجميع نتابع ثم نعود للنقاش الجمهورية الإسلامية لديها أعداء والشيء الوحيد الذي يساعدنا في التغلب على أعدائنا هو الانتخابات إنه لأمر يدعو للفخ عندما نرى نسبة إقبال جيدة في هذه الانتخابات يعتقد بعض السياسين في بلادنا أنه يجب عليهم الخضوع لهذه القوة أو تلك وأنه من المستحيل التقدم دون التمسك بالدول والقوى الكبرى البعض يفكر هكذا أو يعتقدون أن كل الطرق التقدم تمر عبر الولايات المتحدة مثل هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون إدارة البلاد بشكل جيد سيد محمد استمعنا لهذه الرسالة وهذه الدعوة من المرشد الإيراني لكن يبدو أن الإيرانيين لم يستمعوا للمرشد الإيراني لماذا برأيك؟ لا أنا لا أعتقد ذلك أنا أعتقد بأن هذا الكلام هو للحث للنزول إلى صندوق الإقتراء هذا حث على الديمقراطية هذا حث الناس لكي ينزلوا إلى صندوق الإقتراء وينتخبوا الشخصية التي تلائم أفكارهم ومعتقداتهم وإلى آخره هذا هو نتيجة معاكسة للديكتاتورية السيد القائد حث الناس والجميع لكي ينزلوا إلى صندوق الإقتراء لكي يشاركوا في هذه العملية الديمقراطية أنا أعتقد بأن من واجب السيد القائد أن يقوم بهذا والشعب الإيراني أيضا هو بالتالي لديه الحرية الكاملة لكي ينزل إلى هذه الانتخابات أو لا يشارك فيها أو يضع الورقة البيضاء أو ما إلى هناك أنا أعتقد بأن هذه هي وجهة ديمقراطية هذه هي وجهة ديمقراطية هذه نقطة واضحة أستاذ محمد هذا وجهة من أوجه الديمقراطية أستاذ الكريم ليس هناك عملية اقتراع تصل فيها الأصوات إلى 99% التي نراها في بعض الدول العربية ولكن المفارقة أنها أضعف نسبة مشاركة منذ خمسة عقود وهذا ما دعانا لنتحدث عن المقاطعة في الجولة المقبلة برأيك أستاذ محمد المقاطعة تخدم أي من المنشحين بزشكيان أم جليلي؟ أنا أعتقد بأن المقاطعة تضرب الشعب بالدرجة الأولى هذه بالدرجة الأولى لكن أنا أعتقد هذه من أوجهة ديمقراطية أيضا يمكن أن نقول بأننا أمام جمعة ليس معروفا فيها من هو الرئيس حتى الآن يعني حتى الآن الجميع ينتظر يوم الجمعة لكي يرى من هو الرئيس هذه من أبرز أوجهة ديمقراطية بأن لا يعرف الشعب الإيراني من هو رئيسه في يوم الجمعة القادم على عكس باقي الدول في هذا الإطار أنا أعتقد بأن المقاطعة بالدرجة الأولى هي في ضرر الشعب الإيراني بالدرجة الأولى لأن العالم كله الآن ينتظر ما الذي سيحصل في إيران من نتيجة الانتخابات وبالتالي سيقرر العالم بأن هل هذا الشعب الإيراني يقف إلى جانب هذا النظام وإلى جانب مؤسسات الدستورية أم لا وبالتالي إضعاف النظام ليس لمصلحة أحد في إيران في أقل من دقيقة أستاذ محمد الآن نشهد أن الإصلاحيين هناك انقسامات في صفوفهم إلى أي حد يمكن أن يتجاوزوا هذه الانقسامات وماذا عن بزيشكيان هل برأيك سوف يشهد نسبة تصويت أعلى من ما كانت عليه في السابق أنا أعتقد بأن نسبة أصوات قالباف التي هي أكثر حوالي من ثلاثة مليون هي ستنقسم فيما بين جليلي وبزيشكيان في هذا الإطار على عكس ما يعتقده البعض بأن كل أصوات جليلي الثلاثة مليون عفوا أصوات قالباف الذي لم يمجح في هذه الانتخابات وبالتالي ستصب لمصلحة جليلي أنا لا أعتقد ذلك أنا أعتقد بأن هناك من بين الأصوات التي رشحت أو انتخبت جليلي عفوا قالباف في المرحلة السابقة هناك من هذه الأصوات تصل إلى حوالي ثلاثين أو أربعين بالمئة ستصب لمصلحة بزيشكيان في هذا الإطار لذلك أجولة الانتخابات هذه يجب على الجميع أن يحث المواطنين لكي ينزلوا إلى صناديق الإقتراع لكي يستطيع سواء الإصلاحي أو المحافظ أن يرفع من مستوى هذا الانتخاب وبالتالي يحصل على مكانة رئيس الجمهورية شكرا جزيلا لك محمد غروي مدير مركز الجيل الجديد للإعلام كنت معنا من طهران شكرا لك